أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إبعاد إدارية جديدة عن المسجد الأقصى المبارك بحق رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه ناجح بكيرات كما طال قرار الإبعاد 14 حارساً للمسجد وشخصيات دينية وسياسية في المدينة حرب دينية تستعد حكومة الاحتلال لإشعالها في المسجد الأقصى المبارك من خلال تعديها على دائرة الأوقاف الإسلامية وتجاوزها للمعاهدات الموقعة مع الأردن صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس فللمرة الثانية خلال أسبوع تستهدف سلطات الاحتلال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب بإبعاده عن الحرم القدسي الشريف لأربعين يوماً ونائبه ناجح بكيرات لمدة أربعة أشهر إسرائيل تريد أن تصعد، إسرائيل تريد أن تضرب بيد من حديد إسرائيل تريد أن تعيد الوضع كما تظن على ما كان عليه من إغلاق وتفتيت وتشريد ولكن الواقع يقول أن هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وسيبقى كذلك أولويتنا الآن أن نرمّم باب الرحمة هذه أولوية هامة جداً وأن يبقى باب الرحمة في الحاضنة العربية وتحت حاضنة الأوقاف أولوياتنا الآن أن نوحد جهودنا بشكل واضح المعركة لم تنتهي الاحتلال ما زال موجود ونتوقع من الاحتلال كل شيء أما مشهد اعتقال حراس المسجد الأقصى بات المشهد الاعتيادي في الفترة الأخيرة فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة عشر حارساً ممن فتحوا مصلى باب الرحمة وفرضت عليهم الإبعاد لفترات تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر سياسة تهدف لإفراغ الحرم من الحراس حتى لا يبقى من يدافع عن باب الرحمة أو يفتح أبوابه نواكب عن قرب ما يحدث في المسجد الأقصى وتحديداً للحراس اللي يعتبرون الخط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية ونحن أذرناهم ولازلنا نقول نحن خلفهم وندعهم بكل ما أتينا من قوة حسب القانون لا يوجد هناك أي مخالف لهم عندما يقومون بفتح مصلى باب الرحمة فهم لا يخالفون أي قرار قضائي وأن اعتقالهم هو ردة فعل من خلال ضغط اليمين الإسرائيلي بالصحف الذي يمارس بشكل دوري ومتعاقب على الحكومة الحاكمة في إسرائيل وخاصة ونحن على أبواب الانتخابات الرسالة واضحة باب الرحمة يفتح يومياً رغم الاعتقالات لكل من يقوم بفتح باب الرحمة باب الرحمة عم المسلمين والمصليين متواجدين يفتح يوجد به إمام شكل طبيعي يعني ما يحصل من خلال إجراءات الاحتلال التي حاولت ثني عزيمة المتواجدين داخل بحات مجل الأقصى من دائرة الأوقاف وموظفيها هذا لا يزيدهم إلا إسراراً وعزيماً على الاستمرار وفي خضم هذه المعركة بين المقدسيين وحكومة الاحتلال تعلن جماعات الهيكل المزعوم عن خطوات تصعدية تعسفية بحق مصلى باب الرحمة وتطالب بتحويله إلى كنيسة يهودي بأسرع وقت من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا اشتركوا في القناة